اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن كما قلنا الزاوية المحيطية وكل زاوية الرأس وينتمék للدائرة وضلعة هاي اقطع آن الدائرة هكذا نعتبر الشكل الجانب لدينا الزاوية BASC زاوية محيطية كما قلنا BASC زاوية محيطية نقول كذلك BASC زاوية محيطية تحصر القوس بسي القوس بسي زاوية محيطية وتحصر القوس بسي عندنا حالة خاصة إذا كان أحد أضلاء هذه الزاوية خارج دائرة C مثال حالة خاصة رقم ثلاثة لاحظ الشكل الجاني بحيث أن بحيث المستقيم A-C مماس للدائرة في النقطة A أو مستقيم A-C يعني المستقيم A-C خارج الدائرة C وهو مماس للدائرة C في النقطة A يعني في الرأس لدينا الزاوية B-A-C زاوية محيطية تحصل القوس A-B بحيث أن الضلع عاصي خارج من الدائرة هذه حالة خاصة للزاوية المحيطية هنا سنتكلم على الزاوية المركزية الزاوية المركزية هي كل زاوية رأسها مركز للدائرة وضلعها يقطع عن الدائرة عكس الزاوية المحيطية الزاوية المحيطية رأسها ينتمي للدائرة والزاوية المركزية رأسها هو مركز الدائرة مثال نعتبر الشكل الجانبي لدينا A-O-B زاوية مركزية A-O-B زاوية مركزية وكذلك الزاوية A-O-B زاوية مركزية تحصل القوس A-B ها هو القوس A-B كما قلنا ننتبه الزاوية المركزية رأسها هو مركز الدائرة C وضلعها يقتعاني الدائرة هكذا وهي زاوية تحصل القوس A-B ها هو القوس A-B هكذا هنا نذهب إلى خصائص خاصية الأولى تكون الزاوية المركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية إذا كانت تحصل على نفس القوس يعني علاقة الزاوية المحيطية بالزاوية المركزية تكون الزاوية المركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية إذا كانت تحصل على نفس القوس ها هو الشكل الزاوية F-E-G زاوية محيطية والزاوية F-O-G زاوية مركزية تحصراني نفس القوس F-G لاحظ الشكل الزاوية المركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية E-F-G هي F-O-G لأنها تحصر نفس القوس خاصية الثانية قياس الزاوية محيطية هناك ما أسبقنا الخاصية الثانية قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها إذن هكذا قياس الزاوية المحيطية E-F-G يساوي نصف قياس الزاوية F-O-G يعني المركزية مثال F-E-G F-O-G هي زاوية محيطية وF-O-G زاوية مركزية مرتبطة بها إذن F-O-G يساوي الزاوية المركزية على إثنان أو يساوي واحدة إلى إثنان مضروب في الزاوية المركزية الخاصية الثالثة زاوية ثانية محيطية ثانية تحصر النفس القوس تكون متقايستان ها هي زاوية محيطية ها هي الزاوية B-A-C والزاوية B-P-C عندنا نفس القوس B-C إذن زاوية متقايستان هكذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله اشتركوا في القناة